قال حدثنا عبد الرزاق أخبران معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم اللطيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمين ونزلهم منازلهم وقال لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم قال وعلمهم مناسكهم ففتحت أسماع أهلي منا حتى سامعوه في منازلهم قال فسمعته يقول ارموا الجمرة بمثل حص الخف قال عبد الله سمعت مصعبا الزبيرية يقول جاء أبو طلحة القاص إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله إن قوما قد نهوني أن أقص هذا الحديث صلى الله على إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه فقال مالك حدث به وقص به وقوله قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيانا عن الأعمشي عن هلال ابن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون قوم لهم عهد فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة سبعين عاما قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني سفيانا عن عطائي بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن الحضرامي يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم فينكرون المنكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن منكم رجالا لا أعطيهم شيئا أكلوهم منهم فرات بن حيانا قال من بني عجل حدثنا مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمه قال بلغ رجلا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سطر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة فرحل إليه وهو بمصر فسأله عن الحديث قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سطر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة قال وأنا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري قال سمعت عبيد بن القعقاع يحدث رجلا من بني حنظلة قال رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللهم أغفر لي ذنبي ووصع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال قلت لجنز بن أني قد باعت هؤلاء يعني ابن الزبيري وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام فقال أمسك فقلت إنهم يأبون فقال افتدي بمالك قال قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف فقال جنز بن حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني قال شعبة فأحسبه قال فيقول على ما قتلته فيقول قتلته على ملك فلاء قال فقال جندب فاتقها قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء بالسقية إما من الحر وإما من العطش وهو صائم ثم لم يزل صائما حتى آتك جيدا ثم دعى بماء فأفطر وأفطر الناس وهو عام الفتح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في سفر عام الفتح وأمر أصحابه بالأفطار وقال إنكم تلقون عدوا لكم فتقوا فقيل يا رسول الله أن الناس قد صاموا لصيامك فلما آت الكديد أفطر قال الذي حدثني فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم حتن روح وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلمين عن طاوص عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام ولم يرفعه ابن بكر قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرقي بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجيدون لعبدي من تطوع فتكمل بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تأخذ الأعمال على حسب ذلك قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المهلبي بن أبي صفرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراهم الليلة إلا سيبيتونكم فإن فعلوا فشعاركم حملا ينصرون حدثنا أبو النظر قال حدثنا الحكم بن فضيل عن خالد الحذاء عن أبي ثميمة عن رجل من قومه أنه آت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أنت محمد فقال نعم قال فإلى ما تدعو قال أدعو إلى الله عز وجل وحده من إذا كان بك ضر فداعوته كشفه عنك ومن إذا أصابك عام السنة فداعوته أنبت لك ومن إذا كنت في أرض قفر فأضلرت فداعوته رد عليك قال فأسلم الرجل ثم قال أوصني يا رسول الله قال له لا تسبن شيئا أو قال أحدا شكل حكم قال فما سببت بعيرا ولا شاتا شاتا منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزهد في المعروف ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه هو أفرغ من دلوك في إناء المستسقي وتزر إلى النصف الساقي فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإصبال الإزار فإنها من المخيلة والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن مهاجر أصائغ عن رجل لم يسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكفيرون قال أما هذا فقد بارئ من الشرك وسامع آخر يقرأ قل هو الله أحد فقال أما هذا فقد غفر له قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن عمري بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة وقال لا أدعو في نفسي حرجا من سعد أو أسعد بن زرارة حدثنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد يعني ابن جابر عن خالد بن لجلاجي عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غدات وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه قلنا يا رسول الله إن نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقال وما يمنعني وأتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة قال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري أي ربي قال ذلك مرتين أو ثلاثا قال فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي حتى تجلل ما في السموات وما في الأرض ثم تلى هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت في الكفارات قال وما الكفارات قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات الجلوس في المسجد خلاف الصلوات وإبلاغ الوضوء في المكاره قال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وأطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام قال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المسكين وأنت توب علي وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتوء قال حدثنا الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن صماك قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن عامر قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما وجد مس الحجارة خرج فهلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتمه حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد عن خالد الحذائي عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا قال وآدم بين الروح الجسدي حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز قال حدثنا شرحبيل بن شفعة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال للودان يوم القيامة أدخلوا الجنة قال فيقولون يا رب حتى يدخل أباؤنا وأمهاتنا قال فيأتون قال فيقول الله عز وجل ما لي أراهم محبنط إن أدخلوا الجنة قال فيقولون يا رب أباؤنا وأمهاتنا قال فيقولوا ادخلوا الجنة أنتم وأباؤكم حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح ابن كيسان قال ابن شيهاب أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعبي بن مالك أنه أخبره بعض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من من معه إن هذا لمن أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فأتاه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فقد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إنه من أهل النار وكد بعض الناس أن يرتاب فبين ما هم على ذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهو بيده الرجل إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر به فاشتد رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله قد صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه حتى عبد الصمد حدثنا عمر بن حمزة حدثنا عكريمة بن خالد قال ونال رجل من بن تميمين عنده فأخذ كفا من حصا ليحصبه ثم قال عكريمة حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أن تميمين ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أبطأ هذا الحي من تميمين عن هذا الأمر فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال ما أبطأ قوم هؤلاء منهم وقال رجل يوما أبطأ هؤلاء القوم من تميمين بصدقاتهم قال فأقبلت نعم حمر وسود لبني تميمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم قوم ونال رجل من بني تميمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لا تقل بني تميمين إلا خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال حانا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثنا عبد الجبار الخولاني قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا كعب يقص فقال من هذا قالوا كعب يقص فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا آمير أو مأمور أو مختال قال فبلغ ذلك كعبا فما رؤيا يقص بعد حدثنا روح قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن أبن شيهاب أن عطاء بن يزيد حدثه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي ناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل قالوا ثم من يا رسول الله قالا ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ألها ويدعو الناس من شره حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا أبن مبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم لا تخزيني يوم القيامة قال ابن المبارك يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهم حسن عبد الرزاق حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ مرتين أو ثلاثا قالوا يا رسول الله إن لنفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب حنا وكيع حدثنا أبي عن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة سبعين عاما حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكري بن حفص قال سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أمتي يشعبون الخمر يسمونها بغير اسمها حثناه شيم أخبرنا داود بن عمر قال حدثنا أبو صلى الله عليه وسلم ما بالا ثم تلا شيئا من القرآن وقاله شيم مرة آيا من القرآن قبل أن يمس سماء حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عطائي بن سائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول دعو أن الناس فيصب بعضهم من بعض فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له حثنا عفان حدثنا همام حدثنا عطاء بن السائب قال كان أول يومين عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي الليل رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة فسمعته يقول حدثني فلان بن فلاء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال فأكب القوم يبكون فقال ما يبكيكم فقالوا إن نكره الموت قال ليس ذلك ولكنه إذا حضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عيمين فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميمين قال عطاء وفي قراءة ابن مسعود مسعود ثم تصلية جحيمين فإذا بشر بذلك يكره لقاء الله والله للقائه أكره حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمري بن مرة عن أبي البختري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم حسنا إسماعيل حدثنا يونس عن حميدي بن هلال عن أبي بردة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يومين مئة مرة فقلت له اللهم إني أستغفرك اللهم إني أتوب إليك إثنتاني أم واحدة فقال هو ذاك أو نحو هذا حتى عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابص عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمها على أصحابه قالوا يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر قال إن أوصل إلى السحر فربي عز وجل يطعمني ويسقيني حتى عبد الرزاقي أنا معمر عن الزهري عن مسعودي بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عبد الله بن حذافة الساهمية أن يركب راحللته أيام منها فيصيح في الناس لا يصو من أحد فإنها أيام أكل وشرب قال فلقد رأيته على راحللته ينادي بذلك حسنا عبد الرزاقي عن معمر قال قال الزهري وأخبرني عبد الرحمن بن كعبي بن مالك وكان أبوه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يومئذ خطبا فحمضا لها وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد ثم قال إنكم يا معشر المهاجرين تزيدون وإن الأنصار ليزيدون وإن الأنصار عيبة التي أويتوا إليها أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم حثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا أبو عمران حدثنا زهير بن عبد الله وكان عاملا على توج وأثنى عليه خيرا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نعم على إجار ليس عليه ما يدفع قدميه فخرى فقد بريئت منه الذمة ومن ركب البحر إذا أرتج فقد بريئت منه الذمة حدثنا علي بن عاصمين حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعدي عن رجل من قومه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي خاتم من ذهب فأخذ جريدة فضرب بها كف وقال أطرحه قال فخرجت فطرحته ثم عدت إليه فقال ما فعل الخاتم قال قلت طرحته قال إنما أمرتك أن تستمتع به ولا تطرحه حسين بن محمد حدثنا أبو المليحي عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكان لجده صحبة أنه خرج زائرا لرجل من أخوانه فبلغه شكاته قال فدخل عليه فقال أتيتك زائرا عائدا ومبشرا قال كيف جمعت هذا كله قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغتني شكاتك فكانت عيادة وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابطلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه حثنا روح وعبد الرزاق قال حدثنا أبن جريج أخبرني حسن بن مسلمين عن طاوص عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام ولم يرفعه ابن بكر حثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن الأجعث بن سليمين عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بن فعلا بتابني يربوع الذين أصابوا فلانا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تجني نفس على أخرى حثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيسين عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجيدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تأخذ الأعمال على حسب ذلك حثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المهلبي بن أبي صفرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراهم الليلة إلا سيبيتونكم فإن فعلوا فشعاركم حم لا ينصرون حثنا أبو النضر حدثنا الحكم بن فضيل عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه آت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال أنت رسول الله أو قال أنت محمد فقال نعم قال فإلى ما تدعو قال أدعو إلى الله وحده من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك ومن إذا أصابك عام السنة فدعوته أنبتلك ومن إذا كنت في أرض قفر فأضلت فدعوته رد عليك قال فأسلم الرجل ثم قال أوصني يا رسول الله فقال له لا تسبن شيئا أو قال أحدا شك الحكم قال فما سببت شيئا بعيرا ولا شاتا منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزهد في المعروف ولو ببست وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه وأفرغ وأفرغ من دلوك في إناء المستصقي وتزر إلى النصف الساقي فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإصبال الإزار قال فإنها من المخيلة والله لا يحب المخيلة حان أسود بن عامر حدثنا شريك عن مهاجر أصائغ عن رجل لم يسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أنه سمع رجلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول يا أيها الكافرون فقال أما هذا فقط بارئ من الشرك وسامع آخر وهو يقرأ قول هو الله أحد فقال أما هذا فقط غفر له حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن عمري بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة وقال لا أدعو في نفسي حرجا من سعد أو أسعد بن زرارة حان يحيى بن إسحاق أخبرنا أبن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمري بن أمية عن أبيه قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها أن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه حسنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن بن عمري بن أمية الضمري قالوا سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إذا أعثقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه سبته وحدي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة حثنا عبد السلام بن حرب حدثني يزيد بن عبد الرحمن الدهلاني عن أبي العلاء الأودي عن حميدي بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالا إذا أجتمع الضاعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق حثنا عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاقي عن مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بالعرج وهو يصب على رأسه ماء وهو صائم من الحر أو من العطش حثنا سفيان عن الزهري عن حميدي بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنس قال اجتنب الغضب ثم أعاد عليه فقال اجتنب الغضب حثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ قالها ثلاثا قالوا إن لنفعل ذلك قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب حثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا من كان يقرأنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخر حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد الحذاء عن عمار بن أبي عمار عن أبن عباس قال كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم فحدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربهم أعلموا بهم هو خلقهم وهو أعلموا بهم وبما كانوا عاملين حثنا يحيى بن سعيد قال سمعناه من الأعماش حدثني عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بسواك معا كل صلاة حثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بعدكم أو إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك حبك وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا وعليه طوكلنا وإليه آنبنا ونعوذ بالله منك قالا فلا سبيل له عليه حثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قالا كان مرثد بن عبد الله لا يجيء إلى المسجد إلا ومعه شيء يتصدق به قال فجاء ذات يومين إلى المسجد ومعه بصل فقلت له أبا الخير ما تريد إلى هذا ينتن عليك ثوبك قالا يا أبنى أخي إنه والله ما كان في منزل شيء أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته حثنا إسماعيل أخبرنا عطاء بن السائب عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وينادي فيه مناد كل ليلة يا باغي الخير هلما ويباغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان حدثنا إسماعيل عن الجريلي عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعتي قلت لا ألقي أن هذا الرجل فلا أسمع عنه منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتابعتهم في أقفائهم حتى آتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعز بيها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتياني وأجمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشودك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتاب كذا صفتي ومخرجي فقال برأسه هكذا أي لا فقال ابنه أني والذي أنزل التوراة أن لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إله إلا الله وأنك رسول الله فقال أقيم اليهود عن أخيكم ثم وليك فناه وحنطه وصل عليه حتى إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوسن وقال إسماعيل مرة يعقوب بن أوسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح وقال مرة يوم فتح مكة فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثورة تعد وتدع ودمين ومال تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت أو سقاية الحاج ألا وإن قتيل خطأ العمد قال خالد أو قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصى مئة من الإيبل منها أربعون في بطونها أولادها حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بشيء في جسده فتركه لله كان كفارة له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامين حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم لا أجهلي عن أبيه أنه أتاه فحدثه أو أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو غفار حدثني علقمة بن عبد الله المزني حدثني رجل من قومي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ثلاث مرار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت حتنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت مرة قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقال أتدرون أي يومكم هذا قال قلنا يوم النحر قال صدقتم يوم الحج الأكبر أتدرون أي شهر شهركم هذا قلنا ذو الحجة قال صدقتم شهر الله الأصم أتدرون أي بلد بلدكم هذا قال قلنا المشعر الحرام قال صدقتم قالا فإن دماءكم وأنوالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو قال كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا ألا وإني فراتكم على الحوض أنظركم وإني مكافر بكم الأمماء الأمماء فلا تسودوا وجهي ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ألا وإني مستنقذ رجالا أو إناثا ومستنقذ مني آخرون فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك حثن عبد الرحمن وعبد الرزاق عن مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بالعرج وهو يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم ترجمة نانسي قنقر